في قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلهم بكم في حلقة جديدة نتابع فيها ونكشف فيها عن رئيس الحكومة الجديد وفريقي الحكومي حان موعد الأعلان عن رئيس الحكومة الجديد في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بيش تصلكم الفيديوهات القادمة رئيس الجمهورية قيس سعيد أخيرا قرر الأعلان اليوم عن فريقي الحكومي رئيس الحكومة والفريقي بشيخدم معه للإشارة فإنه أقبل في الدستور 2014 رئيس الجمهورية يكلف الشخصية الأقدر بعد ما يفشل الحزب الأول في الانتخابات في يعني أنه يشكل حكومة وتنيل ثقة البرلمان المرحلة الثانية هي لرئيس الجمهورية هو اللي يكلف الشخصية الأقدر وفي تجربتنا اللي عشنها منذ 2019 رئيس الجمهورية يكلف هشام المشيشي بتشكيل هذه الحكومة الحكومة هذه حسب مصادر أعلامية متطابقة أكدت وأن الرئيس أخيرا سيعلن عن الحكومة الجديدة الفريق والتركيبة واسم قائد الفريق اللي هو توفيق شرف الدين توفيق شرف الدين اللي كان عنده منصب رئيس أو وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي وبعد تمت الإقالة امتعه تو نحكيه وعليش ولكن وكأنه قدر وزير الداخلية أنه يصبح رئيس للحكومة توفيق شرف عفوا هشام المشيشي كن رئيس أو كن وزير الداخلية ثم بعد ذلك أصبح رئيس للحكومة وهنا فما برشة أسألة وتتطرح عليش ديما وزير الداخلية عليه الأنظار وبعد يحبوا يتعاملوا معاك رئيس للحكومة على كل حال توفيق شرف الدين هو صديق رئيس الجمهورية قيس سعيد وقيس سعيد بهذا يعلن التعنى تمتعه أو اللحظة التعنى تمتعه في أنه يواصل الاتجاه والمنهج متاعه في تعيين أصدقائه سواء في خططه لات معتمدين واليوم في رئيس للحكومة الفرق بين دستور 2014 والترتيبة الجديدة أو الأوامر الرئاسية هو أنه رئيس الحكومة تبدلت المهام متاعه تقريباً توه واللي نحكيه على رئيس الوزراء رئيس الوزراء يعني قيس سعيد هو اللي يعين كنقول يعين يعني بآلية التعيين وليس التكليف لأنه يختلف كيف يكلفه بل كأن رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان إنما توه رئيس الحكومة هو مسؤول أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد طبعاً حسب الأوامر اللي أصدرهم رئيس الجمهورية في الساعات القليلة الماضية طبعاً الوزراء الموجودين توه مثلاً شؤون الاجتماعية وإلا الصحة وإلا الداخلية وإلا غيره فإنه بش يتم تغييرهم الأغلب متاحهم خليني يقول الأسماء اللي هما معينهم مش رئيس الجمهورية مش نقاو عليه مرابط مثلاً في وزارة الصحة بش يقد وفي عوضي تولي تسمية متاعه يعني مكلف بتسيير وزارة الصحة بش يولي وزير صحة لذا غارس الليوي على رأس الداخلية وهو وفي جداً صديق رئيس الجمهورية وهو في لي وهو عسكري أيضاً وبالتالي فإنه يكن كل الولاء إلى رئيس الجمهورية نحكي على مرابط وزير الصحة لتكوينه عسكري رذا غارس الليوي هو أمني وميداني يخدم على الميدان برشة وشفنا برشة حركة أمنية منذ تعيينه على رأس وزارة الداخلية طبعاً نلقاه أيضاً موقع صباح نيوز كما جريدة الشروق ولكن موقع صباح نيوز أحكي على التركيبة المحتملة للحكومة الجديدة المرتقبة اللي بش يشرف عليها نفس الاسم كما ذكرت جريدة الشروق اللي هو توفيق شرف الدين التركيبة المحتملة للحكومة تتكون من توفيق شرف الدين رئيساً محمد الغول وزير للدفاع الوطني عثمان الجرندي وزير للخارجية بش يقعد في بلاستو أحمد عظوم وزير للعدل أحمد عظوم في الحكومة الكل كين ديما وزير شؤون دينية تتبدل الحكومة ويتبدل رئيس الحكومة قبل انتخابة وزير داخلي عفوا وزير شؤون دينية وبعد الانتخابات وزير شؤون دينية زيدة يعني ديما شيد منصب وزير شؤون دينية المرة هذي أحمد عظوم حتى وزيراً للعدل أهمية منصب وزارة العدل مهمة جداً في التدابير اللي أقرهم رئيس الجمهورية قيس سعيد كيفيش لأنه في حال الشغور الدائم أو المؤقت لرئيس الجمهورية حسب التدابير الجديدة شكون اللي يخلف الرئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة ما عادش رئيس البرلمان كما كنا قبل به إذا كان رئيس الحكومة الجديد يعني نحكي ودي مع ترتبة جديدة يتعذر عليه أنه يكون ما كان رئيس الجمهورية ولا يسد الشغور متاع رئيس الجمهورية نظراً للسفر للمرض لأي سبب من الأسباب ووني وزير العدل هو اللي يحل ما كان رئيس الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية بالتالي وزارة العدل عندها خصوصية كبيرة جداً نلقى الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة هو مقترح لوزارة الاقتصاد والمالية والتجارة جمعنا الوزارات هذوما ريذا غرس الليوي وزير لداخلية كما قلت لكم بشيقات علي مرابط وزير الصحة وشؤون الاجتماعية دونك محمد ترابيلس انتع شؤون الاجتماعية اللي هو زد تقريباً ديما محافظ على وزارة شؤون الاجتماعية نظراً ساعة لتكوينه النقابي لعلاقاته الجيدة مع اتحاد الشغل هو نقابي وزميرهم يعني سيبق وبالتالي حتى المفاوضات تكون يعني توصل إلى نتيجة نظراً لأنهم يعرفوا بعضهم مليح ومحمد ترابيلسي مفاوض جيد ويشتغل على عديد الملفات ويتم تخفيف التوتر والضغط في عدة ملفات نلقاً في بقية القائمة امتع الوزراء خالد الشلي وزير للنقل والوجستيك عبد الرحمين الخرات وزير الشباب ورياضة والتشغيل عميد الهرابي وزير الفلاحة سيد البحري وصيد البحري عفواً كلثوم كنو وزيره للمرأة والطفولة والمسنين نزار بن نيجي وزير الاتصال والتكنولوجيا حكيم العميري وزير لشؤون الدينية فتحي سليوتي اللي هو توا وزير تربية بيش يقعد في وزارة التربية ولكن بيش تضاف له التعليم العالي والبحث العلمي لكلهم تربية وتعليم عالي وبحث علمي بيش يوليوا عن شخص واحد اللي هو فتحي السليوتي محمد الصيغي وزير لأملاك الدولة والتجهيز والإسكام إيمان الإسطنبولي وزيره لشؤون الثقافية والسياحة أو الإمرأة في هذه القائمة المقترحة ونذكروا أنه رئيس الجمهورية كيف أسقط التعديل الوزيري اللي عام له هشام المشيشي وتعدى البرلمان وخذي ثقة في جام في الليفيت وقتها من بين التحافظات من تعقاس السعيد هو أنه قال ما فيهش نيسي لأنه كيف عمل التحويل الوزيري ما كانش فيه نيسي هوني اللحظوا أنه أسماء النيسي قليل جدا إلى حد الآن قديش قريت من اسم فما اسمها خلينا نكتشف بقية القائمة شنوا فيها فيها أنسي وإلا لي قلت إيماني الإسطنبولي وزيره لشؤون الثقافية والسياحة الثقافة والسياحة وليوفرد وزارة محمد الفرياني كاتب دولة لدى وزير الشباب ورياضة والتشغيل المكلف بالإدماج المهني خيرة خلف الله لقينا مرة أخرى في القائمة هذه اللي هي بشتشغل منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وعافف النيفر كاتب الدولة لدى وزير أملك الدولة وتجهيز والإسكان مكلفة بالإسكان ثلاثة نساء في هذه القائمة المقترحة وزيرة وزوز كاتب الدولة كنا نتمنى نشوفوا النساء في موقع القرار وأكثر عدد في الوزرات أو على رأس الوزرات أكثر من هكا إذن باش نشوفوا توفيق شرف الدين على رأس هذه الحكومة اللي أقالوا يعني أقالوا هشام المشيشي على خطر ينسق مع رئيس قيس سعيد وما يسمعش كلمه على خلفية ملف تعينات وإيقالات تطلب هشام المشيشي أنه يتراجع عليهم توفيق شرف الدين ما تراجعش عليهم توفيق شرف الدين بالتالي أقالوا فوراً هشام المشيشي وقت اللي كان متحامي أو بين الظفرين نمسخ نكتيفو برجد الغنوشي رئيس البرلمان وقت اللي واصل تحديه لرئيس الجمهورية قيس سعيد